سؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله ابن صغير وأنا أشجعه على الصلاة وأقوم على تصحيح أخطاءه في بعض الأحيين أثناء الصلاة كمثال هو قال صغير كمثال نغزه أو خبطه خبطة بسيطة ليصح حقوفه مثلا أو رقوعه ليعرف أين الخطأ ويصححه هل هذا يا جوز؟ يا أخي تقل له الولد مش هيصلي الولد هيصليه إرتباط شرطي لا 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 أنت كده بتعمل حاجة مستليمة خالص أنت عايز تصحح معروف كده في أساليب التربية وأساليب التصحيح اللي أنت بتعمله ده عايعمل مع الوقت ارتباط عند الولد في زهنه وفي زاكرته بفزع وخاصة لو هو من الولد اللي أنت تقوله اعمل كده هيعمل كده فهتيجي هتحس أنه هو بيتفزع هتحس أن الصلاة كل شوية يحصل له كده يحصل له فزع زي ما أنا بعمل كده أنا بقولك ويحصل له إيه وإزاك إحنا بنحذر الناس ما إحنا عندنا دراسات تربوية إزاي تصحح خطأ ابنك في الصلاة تصحح خطأ ابنك في الصلاة أن أنت ممكن تصوره هو صلى إزاي وبعد كده إيه اللي حصل بعد ما يخرج من الصلاة تقول له والله أنت عملت كيت وكيت وكيت تعالي نعملها صح إزاي لكن أنت اللي أنت بتعمله ده أنت أعمى عندك الصلاة من نفسية الولد أنت عايز الولد يبقى إيه بيرفكت وأنا خايف أن أنت تكون بيرفكشنست يعني إنسان محب للمثالية فأنت مش عايز التجربة لا 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 خلي الولد خلي الولد يعمل الحاجة ويتعلم الطريقة اللي أنت بتعمله دي مش طريقة للتعلم أنت عايزه يبقى زي ده أنت حدايك بتقول لي إيه بتقول لي أتصحح أخطأه في إيه نغزه عشان إيه بقى إيه ليصح خطأه في الوقوف أو ركوع يعني حتى هو ركع يعني أنت الولد لو ركع وعمل أتب كده من ظهره أو أو ضم رجل أو أو تانى رجليه تروح أنت نغزه عشان يعمل كده ما هو الولد كده هيتفزع والولد أيوه مش هيحس أن الصلاة دي صلاته دي صلاتك أنت لكن لما تعلمه خطأه وعلمه خطأه بعض الصلاة مش في الصلاة فاللي أنت بتعمله ده لا الأمر الثاني أنه إحنا عندنا مشكلة في الاستجابة للمؤثرات الخارجية من الصلاة ما تعملش كده أنه هو المفروض يتربى على أنه هو ما يستجبش الحاجة بتعمله من الخارج وعشان كده بيبقى عندنا مشكلة شوية 2-3 من اللي بتعمله الستات لما تكون بتصلي مثلا بتخبط على الترابيزة كده عشان يروحوا يفتحوا الباب أو يروحوا يعملوا كده فبنقول لهم من الكلام ده قد يؤدي العمل الكثير ده إلى عدم صحة الصلاة ولا أن حد يقول له على فكرة إيه 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 إنت صلت ركعة الرابعة ولا ركعة صلت أنت بتصلي الركعة الخامسة تحبش ده لأن الإنسان هو مكلف من داخله لأنه هو يركز أنت كده هتخلي الولد يفقد تركيزه أنت كده مش هتخليه بيركز في الصلاة لأنه هو خلاص يبقى عنده اعتمادية على منبه من الخارج ودي كلها أسليب تربوية وخاصة في الصلاة يبقى بمسالة بسيطة أنه أنت تنبهه تكتب الأخطاء اللي هو عملها وتقول له أنت عملت كذا 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 هو لو قال لك آه أنا عملت كذا أنت أقول له شوف بقى الطريقة الصحيحة كذا زي ما قال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم زي ما أنا عملها أصادك ده فقول له اعملها كده فيعملها فيعرف الفلق ما بالتنين فزهنه يترتب كده ويبقى عنده سكون فيه شخصيته واتزان لأنه غريبة أن الطريقة اللي حضرتك بتحكي عنها دي بتعمل مشاكل كبيرة جدا جدا في نفسية الإنسان وعلاقته بالصلاة